عض ما نسق العلوم الشرعية وأغلق نسق العلوم العقلية واعتبرت علوم غير نافعة والسبب في هذا الإغلاق هو أن الفكر الإسلامي الفقهي أقام للأسف فكرته عن العقل على أساس أن العقل بما أنه نسبي فلابد أن يكون تابعا للنص الذي هو مطلق وإعتبار أن العقل محدود بحدود الشرع وأن مهمة العقل هي فقط تطبيق النصوص الدينية جعل العقل في المجال التقافي الإسلامي محدود القيمة ومحدود الجهد كذلك لأنه لم يستطع أن يغامر بالبحث عن المعرفة خارج الإطار الديني بما أن العقل محدود بحدود الشرع وبما أن مهمة العقل فقط أن يدرك ما يقوله الشرع ويفسر النصوص ويسعى إلى تطبيقها فالعقل إذن لا يمكن له أن يكتشف أشياء خارج الإطار الذي يؤثره الفكر الديني وهكذا تخلف المسلمون على المستوى المعرفي والعلمي والعقلي منذ القرن الرابع آخر رجل نادى بضرورة أن ينتبه المسلمون إلى خطأهم هو ابن رشد قبل 800 عام عندما قال إن القرآن والدين يدعوان إلى إعمال العقل بالمعنى البرهاني واستعمال العلوم العقلية للأسف تم قمع ابن رشد وتم إحراق كتبه وتم الانتقام منه لأن منظومة الفكر الفقهي هي التي كانت مستحكمة كما أن الدولة الموحدية كانت دولة تشدد ديني كبير فطمس صوت هذا الفيلسوف والفقيه الكبير ولم يعرف الناس قيمته إلا في القرن العشرين في القرن العشرين سيكتشف الناس عظمة ابن رشد لأنه نادى والمسلمون يعيشون في عز تخلفهم نادى إلى ضرورة إحكام تحكيم العقل والعلم ولم يحدث ذلك فإن حضر المسلمون في ظلمات الجهل والتخلف إلى أن أيقضتهم المدفعية الأوروبية الغربية من سباتهم ومن تخلفهم إذن هذه ملامح تخلف التي وجدها محمد عبد والأفغاني وزعماء الإصلاح وأيضا الحجوي ومفكر الإصلاح المغاربة أيضا الآن بعد مئة عام وأزيد مئة وعشرين سنة تقريبا من هذا الإشكال لا يطرح المسلمون لماذا نحن متخلفون لماذا؟ حدث في هذه المئة سنة التي مرت حدث فيها عدد من العقود كانت عقود استعمار خرج الاستعمار وتأسست الدول المركزية الوطنية الحديثة المستقلة لكنها للأسف سرعان ما أقيمت على أساس ميرات الماضي استقل المغرب عام 56 فأعاد كل تقل الماضي إلى الدولة المستقلة ذلك الميرات التقليدي كله تمت إعادته باسم المخزن التقليدي لأننا وردنا دولة مزدوجة بوجهين مؤسسات حديثة أرصاها المريشان ليوتي وبنيات المخزن التقليدي التي بقيت قائمة وموجودة حتى في عاد الحماية طبيعة الحال المخزن التقليدي استعمل آليات التقليد في تتبير شؤون الدولة داخل مؤسسات عصرية وهذه كان من أهم أسباب تحصين التخلف تم تحصين التخلف والحفاظ عليه وحمايته من التطور لكي لا يزول تم تحصينه بآليات تقليدانية تمنع وتعرقل من التطور وهذا حدث في الدول الأخرى أيضا سرعان ما استيقض الماضي بعد فترة الاستعمار وعاد بقوة ليعرقل رغبة هذه البلدان في المضي في طريق التحديث لماذا؟ لأن لا الدول ولا شعوب المنطقة يعتبروا بأن التحديث مشروع أجنبي لأنهم خرجوا من فترة الاستعمار واعتبروا أن كل مظاهر التحديث استعمارية فقاوموها والنتيجة هو عرقلة التحديث في النهاية ولكن في نفس الوقت لم تستطع هذه البلدان أن تستغني عن التحديث بالمعنى المادي أدخلت المعدات الحديثة أدخلت الهاتف والقاطرة والقطار والطائرة أدخلت الحاسوب وأدخلت كل الآليات التكنولوجية الحديثة ولكنها في نفس الوقت ظلت ترغب في الحفاظ على بنية الوعي التقليدية ماذا حدث هنا؟ حدث نوع من الفصل بينها التكنولوجيا الحديثة وأسسها الفلسفية والعلمية والفكرية فاستوردنا التكنولوجيا الحديثة ولكن بدون الفكر العلمي الذي أنتجها والنتيجة بطبيعة الحال هو تكريز المزيد من التخلف لماذا؟ لأنه عندما تشتري مواد مصنعة تكنولوجية بأتمنة غالية وتبيع الطماطم والبطاطس والمواد الخام فلابد لميزانك التجاري أن يصاب بالعجز بعجز كبير ولا يمكن لك أن تقم اقتصاداً وطنياً قوياً لأن اللعبة التي دخلتها خاسرة فأنت تبيع المواد الخام وتشتري المواد المصنعة لأنك لا تستطيع إنتاجها محلياً والسبب في أنك لا تستطيع إنتاجها محلياً هو أنه لا يوجد عندك إنتاج المعرفة العلمية التي تنتج هذه المنتجات بقينا في إطار العلم النافع هو نسق العلوم الشرعية فأنفقت بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط ملايير دولارات على الدين والعلوم الشرعية أما ما تنفقه على على المعرفة العلمية فأنا سأعطيكم الإحصائيات وهي إحصائيات مأساوية تم هدر ألف مليار دولار بسبب الفساد المالي للحكام في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط ما يعادل 33% من الناتج القومي لهذه البلدان في المدة التي تفصلنا عن استقلال هذه البلدان كانت لهذا الفساد الكبير إنعكاسات اجتماعية بطالة تصل ما بين 25% و30% من البطالة في كل هذه البلدان وأيضا مئة مليون مواطن تعيش تحت خط الفقر إضافة للأمية والمرض وانهيار البنية التحتية للاقتصاد من جانب آخر فيما يتعلق بالبحث العلمي ما دمنا نتحدث في هذا الموضوع المعيار المعتمد عالميا للإنفاق على البحث العلمي والتطور يقدر بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي الدول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط مجتمع كلها خصصت للبحث العلمي ما نسبته 0.3% من الناتج القومي الإجمالي كلها دول من المغرب إلى العراق وسوريا وكذا شرق الأوسط والشمال أفريقيا من جانب آخر المغرب وحده 0.9% نسبة تمويل البحث العلمي في كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% 0.1% نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل 4.7% من نتيجها القومي الإجمالي وحدها إسرائيل 4.7% يعني سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% قارنوا النتيجة هي أن إسرائيل متفوقة في ثلاثة تخصصات علمية عالميا تحتل الرتبة الأولى تحتل الرتبة الأولى في ثلاثة تخصصات تجاوزت أمريكا وألمانيا وإنجلترا وتحتل الرتبة الأولى في ثلاثة تخصصات علمية لأنها خصصت للبحث العلمي 4.7% يعني دولة تعتبر أن العلم أساس النهضة الدول الأخرى دولنا لا تعير أي تقيمة للمعرفة وللعلم بدليل احتقار هذا في الميزانية الرسمية للدول دون أن نتحدث عن 0.5% يعني وزارات التقافة كلها في الشمال الفريقيا والشق الأوسط يعني تقريبا وزارات فقيرة مثال ذلك الوزارات المغربية المتعاقبة في التقافة سأعطيكم هنا رقما عجيبا نسبة ما ينفقه العالم المتقدم كله على البحث العلمي والتطور يساوي نسبة الاحتياط من العملة للعربية السعودية وحدها 800 مليار دولار التي ينفقها العالم المتقدم على البحث العلمي هي نسبة الاحتياط للعملة للسعودية أي العملة النائمة التي لا تنتج شيئا نائمة احتياط لا غير زياد لاحظوا معي دولة واحدة من دول شمال الفريقيا والشق الأوسط تملك في احتياط عملتها النائمة ما يساوي كل ما ينفقه العالم المتقدم من أجل العلم وهذه الأرقام تعكس معنا أننا متخلفون ولكن يعني السؤال المطروح الآن لماذا لم يعود المسلمون يعترفون اليوم بتخلفهم ويتحدثون عن الغرب باحتقار والغرب متقدم ونحن متخلفون لماذا قبل مئة عام كان المسلمون معجبين بالغرب ويقولون نحن متخلفون ويسألون لماذا تقدم غيرنا ولماذا لم يعودوا يطرحون هذا السؤال الآن سأعطي بعض عناصر الإجابة التي هي أعتقد أنها ضرورية البت فيها في أيامنا هذه بسبب استفحال وضعية التخلف في هذه البلدان الاعتبار الأول هو أن هذه البلدان بمجرد خروجها من فترة الاستعمار أقامت أنظمة استبدادية إما عسكرية وإما ملكية وإما أنظمة الحكم الفردي وإما أنظمة الحكم العائلي الأوليغارشي ولم يستطع أي منها إقامة نظام عادل وديمقراطي ومتحرر جميعها خرجت من الاستعمار لتعود إلى سابق عهدها الذي كانت فيه من الاستبداد هذا المعطى الأول المعطى الثاني تم اكتشاف البترول وتم اكتشافه في أرض العرب عرب الجزيرة السعودية والبحرين والكويت والإمارات تم اكتشاف البترول في أرض البداوة وعوض أن يجعل تلك البلدان تتطور وتنخرط في العصر نظرا لما أصبح لديها من سيولة مالية وقع العكس سماما بدأت هذه البلدان تسوق بداوتها وتقوم بعولمتها خارج بلدانها أي في العالم في أوروبا وأمريكا وأصبحت تنفق ملايير دولارات من أجل تسويق العقيدة الوهابية مثلا السعودية إيشنا هي الوهابية نمط من التدين البدوي المتشدد والمتوحش والذي لا يعترف بالحضارة فأصبحت سعودية تنفق الملايير ليس لكي تلتحق هي بالعصر أو بالعالم المتقدم بل لكي تروج تخلفها عبر العالم وأنتم تلاحظوا الآن ما يحدث في ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا ودنمارك وأمريكا ما يحدث هو نتاج سنوات طويلة من عمل شبكات التمويل الهائلة من أجل ترويج البداوة وعولمتها عوض إنفاق ذلك المال من أجل نهضة وطنية محلية وقع العكس تماما من جانب آخر هناك عامل مهم وهو ظهور طيارات التشدد الديني الممولة تمويلا جيدا والتي رفعت شعار الإسلام هو الحل من الذي خرب مشروع زعماء الإصلاح؟ محمد عبدو والأفغاني والكواكب وكل هؤلاء العظماء الذين نبهوا المسلمين إلى تخلفهم وقالوا علينا أن نلتحق بركب التقدم ظهور الإخوة المسلمين سنة 1928 في مصر أدى إلى تخريب مشروع زعماء الإصلاح لماذا؟ لأنهم قلبوا الآية عوض أن يقولوا نحن متخلفون والآخر متقدم وسبب متقدمه هو العقل والعلم وحقوق الإنسان قالوا الغرب منحل وقبيح ونحن مسلمون نحن أفضل لأننا مسلمون نحن أفضل من الجميع لسبب واحد وأننا مسلمون نحن متخلفون فكريا وتكنولوجيا وعلميا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا متخلفون على جميع العصايدة ولكننا أفضل من جميع الدول الأخرى المتقدمة فقط لأننا مسلمون هذه العقيدة السياسية ساهمت بشكل كبير في إضعاف هذه البلدان عندما تحالفت مع الوهابية يعني الوهابية من جهة والإخواء المسلمون من جهة فاكتسحوا هذه الدول شمال الفريقيا والشرق الأوسط وامتد تأثيرهم السلب إلى الجاليات المسلمة في الدول الغربية فمنعتهم من الاندماج المسلم البلجيكي أو الهولندي تقول له الوهابية أنت أفضل من هؤلاء الخنازير لأنك مسلم لماذا سيندمج هذا المسلم؟ ويصبح مواطن صالح يعمل في إطار الدولة التي تحميه وتؤدي له عن الأطفال وعن الوضع الصحي وتعطيه التعوضات التي يريد وتغنيه وتؤمنه من جوع لا يقبل الاندماج لأن هناك إيديولوجيا دينية بدوية متوحشة تقول له أنت أفضل من الخنازير ومن هم الخنازير هو الشعوب المتقدمة في هولندا وبلجيكا وبريطانيا وأمريكا إلى غير ذلك إلى جانب هذا تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 لعب دورا كبيرا أيضا في تأزيم الأوضاع وفي عرقلة التحديث والتطور لماذا؟ لأن المسلمين شعروا بوجود إسرائيل باعتباره إهانة لهم خاصة بعد أن انهزموا في الحروب المتوالية ضد إسرائيل هزائم العرب منذ 1948 إلى 1967 وما بعد جعلتهم ينطون على أنفسهم وفي نفس الوقت يعودون إلى الماضي بشكل خطير شعوب العالم المتقدم عندما تصطدم بعقبة ماذا تفعل؟ تقفز عليها وتمضي إلى الأمام شعوب شمال الفريقية والشرق الأوسط ماذا تفعل؟ عندما تصطدم بعقبة تعود إلى الماضي لتبحث فيه عن حلول هذا هو معنى الإسلام هو الحل الإسلام هو الحل عندما قالها الإخوة المسلمين في 1928 ماذا وراءهم؟ 1400 سنة من الاستبداد والتخلف الذي أوصل إليه الاستبداد المسلمين عندما دهموا من الاستعمار كانوا في الحضيط الأسفل من التخلف عندما قيل الإسلام هو الحل بمعنى أن نعود إلى ما كنا عليه وماذا كنا عليه؟ كنا على أنظمة استبدادية دولة الخلافة منذ بداية تأسيسها في تاريخها كله تاريخ دموي تاريخ حرب وصراع بين المسلمين وتاريخ استعمال للدين في تكريس الاستبداد منذ القرن الأول الهجري إلى اليوم عندما قال الإخوة المسلمون الإسلام هو الحل معنى هذا إعادة الاعتبار لكل هذا التاريخ من التخلف فبقيت هذه الشعوب تعيش هذا الوهم أنها إذا عادت إلى الماضي ستتقدم فلم تتقدم عادت إلى الماضي وبقيت فيه ولم تتقدم وهذا هو سبب أننا نعيش أوضع أسوأ مما كنا قبل مئة عام ولا نريد أن نعترف بأننا متخلفون رغم أننا اعترفنا هذه مئة سنة بذلك لأن هناك من قال للمسلمين أنتم الأفضل فقط لأنكم مسلمون ويمكن أن تنظروا إلى بعض الفيديوهات التي تسجل في الشارع في المغرب أو في أي بلد من بلدان شمال أفريقي والشق الأوسط واستمعوا ما يقوله الناس هل تتصورون أن شباب مغربي سيقول بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد المرأة شباب مغربي سيقول في الميكرو ترطوار وفي فيديوهات نعم من واجب المرأة أن يضرب الرجل هي علش موجودة بش تضرب هذو شباب ليسوا ناس كبار في السن أو ناس قدام هذو شباب فماذا يعني هذا؟ يعني بأن بنيات التخلف مستحكمة بنيويا ليس فقط في مؤسسات الدولة بل في العقول والأدهان وفي النظام التربوي وفي نظام الأسرة وفي العلاقات بين الأفراد في المجتمع بنيات التخلف مستحكمة لأن هناك من يرعاها ويرعاها باستعمال التقاليد وباستعمال الماضي إذن عندما تسأل الناس في بلدان شمال الفريقيا والشخل الأوسط ما هو الأفضل؟ الحاضر أم الماضي؟ سيجيبونك بدون تردد الماضي أفضل لماذا؟ أعطيت لهم صورة جميلة عن الماضي هي غير صحيحة وغير موجودة تاريخيا فبقوا يحلمون بالمثال ووقعوا في أزمة نفسية خانقة تجعلهم مرتبكين بين وضعية تخلفهم وبين الحلم بالسعادة الماضي وبين العالم المتقدم الذي يداهمهم بتكنولوجياه وبقوته وبضغوطه وباستعماره وبكل شيء هذه وضعية التمزق التي نعيش عليها والتي تجيب على السؤال لماذا تخلف المسلمون؟ تخلف المسلمون لأنهم لم يستطيعوا الفصل بين الدين والدولة واستمروا يعتبرون الدين دولة وعندما تعتبر الدين دولة فلابد لك أن تقدس القوانين ولا يمكن أن تغيرها ولابد أن تقدس الحاكم لأنه يحكم باسم الإله ولا يمكن أن تنتقده ولابد أن تحافظ على نسق العلاقات كما هو لأنك تعتقد أنه نسق مقدس وهكذا وقع المسلمون في التأخر منذ القرن الأول الهجري اعتبر الدين دولة وظهر الحكام الذين اضطهدوا الناس باسم الدين وأصبحت التهمة السياسية تهمة دينية كل معارض للحاكم يقتل على أنه زنديق أو كافر يقتل بتهمة دينية بينما الحقيقة أنه معارض سياسي واستمر الأمر على هذا الشكل قرون طويلة فأصبح الناس لا يتصورون أن يعيشوا أحرارا واستحكمت فيهم أسباب العبودية حتى أصبحت وعيا باطنيا لهم وهذا هو ما يسمى العبودية الإرادية أصبحت العبودية يعني تنبع من داخل شخصية الأفراد في العالم الإسلامي وفي مجتمعات شمال الفريقية والشق الأوسط وأصبح كل فرد امرأة أو رجل سهل الاستعباد لأنه يؤمن في داخله بعبوديته ولم نستطيع للأسف أن نجد المصار نحو التقدم اشتركوا في القناة